بعيدون عن العدسات والأنظار يموتون وحدهم كل يوم أطفال وجدوا في زمن الحرب وأصبحوا الضحية الأكبر فيها فمن نجى من الاستهداف المباشر للأحياء السكنية والمدارس لا ينجو من الأمراض والأوبئة والمجاعة يخلدون للنوم وهم جياح وبعضهم لا يذهبون إلى المدارس لأنها قد دمرت أما الذين يذهبون فيواجهون تعليما ذا جودة متدنية داخل غرف مكتظة كما تقول منظمة اليونسيف لا ذنب لهم في كل ذلك غير أنهم وجدوا أنفسهم محاطين بواقع أسود وحرب دمرت كل شيء حاضرهم ومستقبلهم وحتى أحلامهم الصغيرة منظمة أنقذ الطفولة قالت إن 33 طفلا يقتلون ويصابون شهريا في مدينتي الحديدة وتعز خلال العام الجاري وأكدت في تقرير لها أنه لا يزال الأطفال في اليمن ضحايا للنزاع الحديدة وتعز هما أكثر المناطق دموية بالنسبة للأطفال في اليمن بحسب المنظمة المتخصصة بحقوق الأطفال حيث أوضحت أن قرابة نصف من الأطفال الذين ماتوا كنتيجة مباشرة للنزاع تم استهدافهم في الحديدة وتعز المنظمة أضافت أنه رغم انخفاض عدد الإصابات مقارنة بالعام 2018 إلا أنه بين يناير وأكتوبر من العام الجاري قتل حوالي 56 طفلا وأصيب 170 نتيجة مباشرة للقتال في الحديدة جيل كامل إذن من الأطفال فرض عليهم أن يعيشوا في أتون حرب دمرت كل شيء وجعلتهم مجرد أرقام في قائمة ضحاياها